وذن الله أهل الشرق أنهم يعبدون ما لا يرزقهم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون إن زال المطر والماء من السماء ولا يستطيعون إن بات النبت لذلك كان الله جل وعلا هو المستحق لهذه العبادة فذن الله أهل الإشراك بالله أنهم يعبدون ما لا يرزقهم ودائما ما يستدل الله سبحانه وتعالى ويذكر في كتابه ويدلل على أن العبادة أن الذي يدعى ويستقاث ويتوكل عليه هو الله بذكره لتوحيد الربوبية أن الخالق الله والرازق الله وأن المدبر هو الله سبحانه وتعالى فالذي يتصرف في هذا الكون ويدبر هذا الكون هو الله جل وعلا وحده وهذا يقر به المشركون الأوائل قال تعالى عنهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الله قال لهم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت أهل الشرك ذلك الذي يدبر هذا الكون من عارفين أنه الله لكن كانوا بيدعوا مع الله سبحانه وتعالى غيره بينادوا الصالحين مع الله زي ما جمعتك ديلة الصوفية بينادوا الصالحين مع الله نفس القضية ونفس المشكلة الوقع فيها المشركين الأوائل وديلك في ناحية الربوبية أعلم منهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى فتدبير الكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الكون ما الصوفية الليلة يقول لك حسن بتكلم بيمدح البرع بيمدح شيخه قال حسن سيدي حسن بكم سيدي حسن فوق من فوق للكون متحكم المتحكم في الكون عديل كده تم كفر المشركين الأوائل أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أخير من البرع في العتدي فده شيء واضح جدا وضلال وكفر بالله سبحانه وتعالى ومن أفعال الله سبحانه وتعالى الخاص به أنه يهب الذرية البد الجنة الله يا صوفي ما أبي ديهم الشيخ ولا عندهم ولا عند لهم شيء ويقش عليك ساكد يقول لك لي زرقاب ديال طبعا خصائي جنة فالله تمشي تؤدي مرتك لعاطف زي دا يدوك فيك مقلب من الله خلقك ما مر عليك كذب وضلال على مستوى عالي والله جل وعلا يقول يهبوا لله ملك السماوات والأرض يخلقوا ما يشاء يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة دا الله الذي يهب هذه الزرية مش الشيوخ والأولياء بتاعنا الصوفية ديالي يقول لك لا 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 الشيخ الكباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباش يكب بكيته كباشي بتاعك في نار جهنم يا مجرم يا مضل ضلال على مستوى عالي يدعوة الرسل يا ذول نخليها الله قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاؤوت قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الليل الصوفي يقول لك لا 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 الجماعة ديل آلهة مع الله آلهة مع الله كما يقول تسمع في الإزاعات وفي التلفزيون ونقلنا لك كلام أعبد رعي يقول لك إن أبا خطب في البلاد نزيله فقل يا ولي الله إسماعيل وده من دعاء غير الله وهو النوع الثاني من التوحيد توحيد الألوهية إذا علمنا أن الله هو الخالق وإذا علمنا أن الله هو الرازق وإذا علمنا أن الله هو المدبر وأنه الذي يهب الذرية وبيده الأمر كله ليه بتعبد غير الله سؤال موجه لصوفي ليه بتنادي الشيوغ مع الله الله سبحانه وتعالى أمرك إنك تدعوه وحده سبحانه وتعالى قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله قال لك أعمل وسطه قال لك ادعوني السافل محمد المنتصر المجرم يجبوا لك في الإزاع والتلفزيون ده رجل مضل يقول لك يا أخي ده من باب الوسيلة والوسيلة العلماء بينا لك كما قال ابن عباس الوسيلة القربة إنك تتقرب وقال قتادة أن تتقرب إلى الله بطاعته تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة شوف لك عمد صالح تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تتقرب من أهم شيء تأتي بهذا التوحيد ثم تأتي بقربات إلى الله سبحانه وتعالى وده نفسك لأم المشركين الأوائل شفت كلام محمد المنتصر هذا الرجل المضل المجرم نفسك لأم المشركين الأوائل الله سبحانه وتعالى قال عنهم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة أهل دي الواسطة وسيلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى الله قال العبادة لله سبحانه وتعالى وبيّن أن هذا شر وأن هذا كذب إن الله لا يهدي من هو كاذب كاذب في النزع منه الله سبحانه وتعالى محتاج ليلة واسطة وكفار بأنه دعا غير الله سبحانه وتعالى وألا بقول لك وقال ربكم دعوني أستجب لكم وإنك تدعو غير الله وأن المساجد لله فلا تدعو من دون فلا تدعو مع الله أحدا وبيّن الله أن هذا كفر قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أي أن الله سبحانه وتعالى قال لك ذا كفر عشان كده نحن الليلة لما نجي نعارج الإشكال بتاع الأمة دي ها هم في أعظم منكر كثير من السودانيين الليلة يعني يشركوا بالله ويمشوا إلى القبور والأضرحة وينادوا الشيوق مع الله سبحانه وتعالى وده أساس الإشكال وده ما بتلاقيه عند الأخوان المسلمين جماعة حسن البنة المصري ها وغير من الجبهجية ما عندهم دعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى إنما هي دعوة للحزبية ودعوة لجماعة ولا لرئيس ما دعوة الله سبحانه وتعالى وكذلك عند جماعة التبليق جماعة لا تدعو إلى توحيد الله خلاصة ما قد تدعو له وتوحيد الربوبية الذي يقر به المشركون العوائل فديل ما عملوا حاجة وما ركزوا على الإشكال الذي الأمة تقع فيه اليوم فكما بينا أن الألوهية العبادة لله سبحانه وتعالى فنعلم إن العبادة لله كعبادة التوكل الله سبحانه وتعالى يقولوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله سبحانه وتعالى أخبر إن الزرل بتوكل عليه الله سبحانه وتعالى بيكفه الصوفية شاء النبي الله كانوا لديهم علاقة أبداً مع الإسلام الصحيح الجبيوى النبي صلى الله عليه وسلم والكان مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يتوكل على الأولياء والصالحين مع الله سبحانه وتعالى قال المتوكل قال بيكلم عن الكباشي والغيره المتوكل لأمر يكل الكباشي قال إذا متوكل تتوكل على أبوك الكباشي ذه وتوكل عليه لكن بيتمهج جهنم بأقرب شرع والله الذي لا إلى غيره ما عندهم أي علاقة مع توحيد الله سبحانه وتعالى أولا المتصوف لا ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات فيتوكلون كمسلمين وكسرفيين على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بندعوك إنك تتوكل على ربنا سبحانه وتعالى والكلام دمزع للصوفية ومن ذلك الاستغاثة الاستغاثة عبادة هي لله جل وعلا قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ تستغثون ربكم فاستجاب لكم استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بمن مادا قدوتنا ولا ما قدوتك أصوف استغاث بالله سبحانه وتعالى والصحابة استغاثوا بالله ما استغاثوا بالأولياء من قبله ولا بالأنبياء من قبلهم ما كان في أنبياء قبله ومكان في أولياء استغاثوا به توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وبين الله ذلك قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله فالذي يكشف هذا الضر والشدائد هو الله ما الأولية صوفية أقول لك الليلة في كربك أنته بتقيثك جنده قطاب شرك بالله سبحانه وتعالى ما بقيثك وبضلك فالاستغاثة عبادة لله سبحانه وتعالى المرغني يقول لك ومهما يكون من خضب الخضب الأمر الجلل فقم وانده وقل يا مرغني آتيك بسرعة ومن العبادات عبادة الخشوع وهي الرقة التي تكون في القلب هذه لله أيضا الليلة الصوفية بتلقاهم في قبور الأولية والأضرحة بتاعتهم أنت الكلام ده في ناس استغرب يقول لك يا أخي ما أقول أمشي هنا قال لك تعمدون بانده شوف أن حاصل هناك شو الناس يبكوا بيدموعهم خاشعين واحد الصلاة يجي نقول لك بصورة سريعة جدا لكن هناك في الكبة بتاعت الشيخ يقعد يبكي لأنه بيخاف منه وبيرجو منه ما يرجى من الله سبحانه وتعالى ويعظمه كما يعظم الله سبحانه وتعالى فالخشوع عبادة لله كما أخبر الله عن أهل الإيمان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالخشوع عبادة لله سبحانه وتعالى وغيرها من العبادات كالاستعاذة فأيضا هذه من العبادات أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يستعيد به كما بيّن الله سبحانه وتعالى قل عوذ برب الناس فتستعيذ برب الناس الليلة الناس يمشي يستعيذوا بمنه ويلتجوا إلى منه يلتجوا إلى أصحاب القبور والأضرحة مع الله سبحانه وتعالى وهذا شرك وصرف للعبادة مع الله لغير الله جل وعلا وهذا توحيد الألوهية الصوفية برضو صرفوا لغير الله قادين فيه صفر ربوبية برضو جايبين صفر قلوه هي الصفر نخلص في الأسماء والصفات وهي أن تثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات من غير تشبيه ولا تكييف الصوفية ينكر صفات الله سبحانه وتعالى ومن ذلك نأخذ مثالا واحدا أنهم ينفون أو ينكرون علو الله على خلقه والله جل وعلا يبين في آيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه كما قال أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فقال السلف من في السماء قال قالوا أي على السماء من في السماء أي بمعنيين عند السلف إما من بمعنى على أو من في السماء أي أن السماء أي في العلو والله جل وعلا يقول وهو القاهر فوق عباده ويبين عن عن ملائكته قال يخافون ربهم من فوقهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله في السماء واضح معك الحديث وكذلك السلف فسروا هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى وهذه العقيدة أن الله في السماء فوق سبع سماواته كما قالت زينب رضي الله عنها زوجكنا أهالي وزوجني الله من فوق سبع سماوات ولما سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا والأثر عند الدارم قال بأنه فوق سبع سماواته فهكذا فسر السلف وكما ذكر أبو عمر الترمنكي المالك جماعة بقولوا مالكية قال في كتاب الأصول قال الله في السماء وعلمه في كل مكان فهذه عقيدة أهل الإيمان نحن ننجي ننكر اليوم على متصوفة ينكرون هذه الأمور جملة وتفصيلا وهذا أساس الدين فعلى المسلمين أن يوحد الله وأن يتركوا الإشراك بالله جل وعلا لأنه أكبر جريمة ولا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل من مشرك هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله سنة